خلينا دايماً وراء مدرسة المدير الفني. مدير الفني عايز إيه؟ حنعمله. مش إحنا بس. كل من له علاقة بكرة القدم في النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين. صور نقدر نحطها. حاجات تانية نقدر نعملها. برضو زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله ابتداء من الشهر القادم. أو بداية الشهر القادم. حيكون فيه تشيرتات أخرى جديدة للنادي الأهلي. ورعاة جدد للنادي الأهلي. علشان كده حتلاقوا التشيرتات محطوط عليها العلامة اللي موجودة دي. كل ده حنشوفه إزاي وحنعمله إزاي. إن شاء الله بداية الشهر القادم. بداية الشهر القادم حيكون فيها كل الكلام ده. فمن الواضح إن المباراة مباراة جيدة. بالنسبة للمدير الفني عندما ينظر لهذه المباراة بعيداً عن النتيجة بالمناسبة. محدش يقول لي أسليحنا كسبنا خمسة. آه كسبنا خمسة وكننا ممكن نكسب عشر. ولقد الله كنا ممكن نتغلب. هتقول لي يا عم لقدر الله حتى في المتشاطة الودية أيوة. هو الناد الأهلي كده. فكنا ممكن لقدر الله نتغلب واحد أو اثنين أو تلاتة ما كانش حيفرق برضه. يعني كسبان خمسة أو خسران تلاتة اثنين أي حاجة ما تفرقش. اللي يفرق في مثل هذه المباراة هو اللي المدير الفني عايزه. هو عايز إيه؟ استعاب اللاعبين لفكر المدير الفني وتطبقهم لهذه الأفكار على أرض الملعب. النتيجة مش فرقة خالص بالمناسبة. خالص. ولا حد بيبص لها. يعني ولا حد من الإدارة المسؤولة أو الإدارة الفنية اللي قاعدين قدام حضراتكم فرق معاه. النتيجة هو فرق معاه. حسين الشحات عمل إيه النهاردة؟ فرق معاه اللي لقيت باكرايت أو اللي أنا قلت حسين عشان حسين اللي قدامي يعني. ومين عمل إيه النهاردة؟ حسين الشحات بقية اللاعبين أحمد عبدالقادر. حاجات كتيرة جدا. فيه أفكار أنا كمدير فني حطتها محمد هاني. فيه أفكار أنا حطتها في التدريب. الطباقت النهاردة ولا لا؟ وزي ما قلت لحضراتكم من بارح. هي الطباقت بنسبة كام؟ 50-60% الماتش اللي بعده 70-80 الماتش اللي بعده 90 تيجي على المبارات الرسمية تلاقي الأمور جيدة. وبالتالي إحنا دايما في ظهر ندينا في ظهر مديرنا الفني في ظهر فرقنا ما عندناش أي مشكلة في اللي بيحصل.